قصتنا النهاردة عن ميرفت اللي اتجوزت وهي عندها 18 سنة ودلوقتي هي أم لأربع بنات وولد ميرفت اكتشفت انه أول سنة جواز كده ان جزه بيشوا مخضرات بس لقيت نفسها حامل كان عندها أمل انه هو يتغير وهتدعيله بس هو ما تغيرش بالعكس بدأ يمد ايده عليها بس أهل جزهة وأهلها كانوا دايماً في ظهرها ووقت الخلافات ما كانت بتحصل ما بينهم كانوا بيقولها معلش استحملي ودعيله بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانوش بيطوعوا ميرفت عليها هي الطلاق كانوا دايماً يقولها لأ استحملي استحملي يا بنتي جوزك في محنة في ابتلاء ميرفت رغم كل ده فدت عملها تخليف بنت وورا بنت وورا بنت وورا بنت عندها أربع بنات وولد وبعد مدة اكتشفت ان الجزهة مش بس مدمن بيخونها وبيكلم بنات في التريفون ما بقاش بيشتغل بقى يخليها تستلف فلوس ويقول لها بقى سددهم لك ها في الآخر مش سددش حاجة اضطرت ميرفت ان هي اشتغل كوافرة من البيت عشان تصرف على ولادها جوزة قاعد في البيت في قوضة الواحدة ها بيساعدش في اي حاجة بناتها بيقولها تطلقي منه يا مام بس هي خايفة من رد فاعله ومش عايز اخوتها يخشوا في مشاكل معي ومش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورنا النهاردة دكتور رحاب الفقي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الاسرية عشان نعرف هنعمل ايه النهاردة سيكي دكتور رحاب اهلا بيك منورنا اه بارك ايه الحمد لله ايه رأيك في الزوج المدمن يعني هتكلم بقى مدمن بشكل عام في الاول بشكل عام ده بنعمل مع ايه ده بنتطلق منه لطول نعم ما تهزريش تكده قفلتي لحلقة شكرا يا رحاب اه شكرا وقصها ايه لا بجد سعر اه صبعا طب اللي بيدرب اه ايه الفرق هو المدمن زي اللي بيدرب اه طيب خلاني اول نشرح نعيبه ضمن الادمان هو فكرة ان انا بعتاد على حاجة ومعرفش عايش من جره والمادة المخدرة مش هي دي مشكلة على فكرة الاعتماد النفسي او الاعتياد النفسي على الاحساس اللي بتدهولي المادة ايان كان نوحا هو ده المشكلة مش المادة نفسي حدا اسمها دي توكس دلوقتي عشر تيام جسك بيرجع فل بس ما بيرجعوا بيرجعوا فيه ناس بتتعالي فل نقدر نقول عليه لحد ما كويس شفتيها قدامك اه لا احنا بنشتعل حالات زي وبيرجعوا عادي ولا كأنه كان بيشو جسديا او لا انا بتكلم بقى على احتياجه للمادة المخدرة لا طبعا ده بياخد عشان كده العلاجة عندنا بيقعد ستة شهور الفترة الاولى ستة شهور كاملة ايدي توكس عشر تيام اللي هو السحب المخدر من الجسم الحشيش بيستمر في الجسم لمدة ستين يوم بس الحشيش مش مخدرات انت زي بتقولي كده لا طبعا حشيش مخدرات بس دي صجارة ولا صجارتين في اليوم ايه دكتورة استني بس ده لا شفت العجب على حسب انت الحاجة بتعافي تستغني عنها ولا لا فالحشيش مش عايفة تعيش من غيره يبقى تحاول ليه ادمان خلص موضوع خلصان هو بيفضل في الجسم ستين يوم فيجي يقولك ايه انا بقى لي شهر قوي جدا ومسك نفسي وما بشربش حشيش ما حاجة شهر لسه جسمك فيه حشيش يعني بعد ثلاث شهور اقدر اصنفه ان هو خلاص تغلب على الادمان ونجح فيه لا خلص بعد قدقي ستة سنتين عشان تقولي الشخصية دي نجحت وعدت ان هي فيه نسبة انتكاسة بسيطة سنتين ولازم يمشي على البروغرام لا لا مشوار ولازم يمشي على البروغرام كامل يعني ايه البروغرام كامل حن ده ستة شهور اولين ده يعني انت عايش في المكان ميفاش تطلعي الستة شهور التانين اللي هي اول سنة ستة شهور انت عايش هم خلاص قاعد في المكان اللي انت فيه ماشي على البروغرام في 11 او 13 خطوة بتمشي عليهم بعد كده ستة شهور انت رايح جاي على المكان أسبوعياً. يعني هما بيدلوا بروجرم بيمشي عليه. وبعد كده نشوف بقى احنا هنقول عليه. ويبقى حمى رحلت كده تأهين نفسي. ازاي تتواجه المجتمع ولازم تغير المجتمع اللي انت أصلاً طالع منه اللي كان سبب أساسي. طبعاً المجتمع سبب أساسي في موضوع الإدمان. فلا كل ده موضوع مش سهل خلص ناس فاكراً. طبعا أنا عايز ألك.